منذ عام تقريبا فتحت تركيا باب الحصول على جنسيتها للمستثمرين الأجانب بشروط معينة منذ عام إلى الآن تغيرت الظروف الاقتصادية للبلاد فارتأت البارحة الحكومة التركية تغيير هذه الشروط أرادت طبعا أنت إذا أردت الاستثمار في تركيا والحصول على جنسيتها لديك خمسة طرق الآن يكفي أن تشتري عقارا بمئتين وخمسين ألف دولار وأن تحتفظ بملكيته ثلاث سنوات للتقدم بهذا الطلب بينما كان عليق في السابق أن تشتري عقارا بمليون دولار على الأقل أي تم تخفيض هذه القيمة إلى الربع أو ربما تختار الاستثمار الثابت بشركة محل مطعم صالة ألعاب مكوى مصبغة لكن بقيمة خمسمائة ألف دولار وهي كافية حاليا بينما كان عليك الاستثمار بأربعة أضعاف هذا المبلغ أي حكومة ترغب في تشغيل مواطنها في أي مشروع أجنبي يفتتح على أراضيها كانت تطلب منك تشغيل مائة عامل تركي أما الآن فاكتفت بنصف عدد العمال خمسين فقط هناك أسلوب الوديعة في إحدى البنوك التركية إنساها لثلاث سنوات من يستغني عن ثلاثة ملايين دولار كل هذه المدة لكن بعد التخفيض إلى السودوس ربما هناك من يفعل هذا بنصف مليون دولار أسلوب شائع آخر في الاستثمار هو شراء سندات الخزينة واكتفت أيضا بخمسمائة ألف بدلا من ثلاثة ملايين قد يقول لك البعض أنا في جيبي الميتين وخمسين ألف دولار جاهزة في الجيب هل أذهب وأشتري العقارة في تركيا اليوم وفي اليوم التالي أحصل على الجنسية أقول انتظر اسأل أولا هل أنت من الجنسيات التي يحق لها التملك في تركيا ثانيا قيامك بالاستثمار كفيل بمنحك هذا الكرت الإقامة وكفيل بمنحك حق التقدم بالطلب للجنسية ولا يجيز للحكومة أيضا يجيز لها طبعا منحك إياها أو لا يفرضها عليه فمن شروطها مثلا أن لا تشكل أنت خطرا على الأمن القومي لديها وهذا شأن مطلق للسلطات الأمنية طيب استثمرت وحصلت على الجنسية ماذا عن زوجتك وأولادك القصر هل يأخذونها كما فعلت أنت أوتوماتيكيا لا طبعا يحتاجون إلى معاملة خاصة تتقدم بها بعد حصولك على هذه الجنسية التعليقات جاءت على الشكل التالي سقر الحرية من قطر يقول قانون منح الجنسية الجديد في تركيا الحل المناسب للعرب ورجال الأعمال المحرومين من حق المواطنة وتأمين أعمالهم وعائلاتهم في الدول العربية وخصوصا البدون والفلسطينيين والسوريين واليمنيين وغيرهم ابن العاصم يقول وين الاقتصاد التركي القوي وأردغان الخليفة الذي حول تركيا إلى أقوى اقتصاد وين سوالف الإخوان وأفلامهم وتمجيدهم هناك من يسمى نبيل عناد الفارس يقول سارع إلى عالم التنزيلات الأكبر في تركيا كل شيء في تركيا معروض للبيع بعد تنازل أردغان عن القومية التركية وجعل تركيا بوابة الفوضى إلى العالم في بيع الجنسية التركية فهل ينجح في تحسين الاقتصاد ما قوة الجواز التركي حسب باسبورت اندكس قوته هو في المرتبة الأربعين لكنه يمنحك حق السفر إلى 114 دولة من دون تأشيرة أو بتأشيرة مطار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر